وجه سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نوافل احمد الجبر الصباح حفظه الله كلمة شكر وتقدير وثنى الى كفة اخوانه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها والى المقيمين الاوفياء على ارض دولة الكويت الغالية الذين اعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح اسرة اهل الكويت الواحدة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك من خلال برقيات التهاني او الاتصالات الهاتفية او كافة اشكال التعبير الاخرى بهذه المناسبة السعيدة علينا جميعا سائلا المولى العالية القدير ان يعيدها على الوطن الغالي وعلى المواطنين الكرام والمقيمين الاوفياء بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وان يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفع وازدهار كويتنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرت صاحب اسمه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني